يعلم بحضراتكم مرة أخرى هنكمل كلام عن مباراة الكمة بس عايز أقول لحضراتكم الأول تحديثات بخصوص تعاقد النادي الأهلي مع إمام عشور الصفقة تمت تماما هي كانت تمت مع إمام عشور الأهلي كانت مخلص كل حاجة مع إمام عشور منذ 48 ساعة تقريبا بشكل رسمي كان لسه الكلام بين الأهلي وميت لند نادي إمام عشور منذ لحظات وقع النادي الأهلي عقود إمام عشور وأرسلها لميت لند عشان توقعات ميت لند بعد ما اتفقوا على إن إمام عشور يروح النادي الأهلي مقابل 3 مليون دولار يدفعوا أو يسددهم النادي الأهلي لنادي ميت لند على دفعتين دفعة الآن مباشرة يعني ودفعة بعد ثلاثة أشهر 3 مليون لميت لند فيه بقى من ربعمية لخمسمائة ألف دولار فيلوس كده برضو هتتحرك من النادي الأهلي هيتحملها النادي الأهلي لصالح وكلاء اللاعبين في الصفقة بس الرقم عشان بس الكلام رايح جاي في القصة دي الرقم اللي هيروح ميت لند بشكل مباشر هو 3 مليون دولار من النادي الأهلي على دفعتين دفعة أولى تدفع الآن مباشرة ودفعة ثانية خلال ثلاثة أشهر أو بعد ثلاثة أشهر إمام عشور لاعبا في النادي الأهلي غدا أو بعد غد صباحا سيعني النادي الأهلي عن صفقة إمام عشور يئما بعد مباراة القمة مباشرة يئما تاني يوم صباحا هييعني النادي الأهلي عن هذه الصفقة وخلاص إمام عشور أصبح لاعب في النادي الأهلي بالتوفيق لإمام عشور بالتوفيق للنادي الأهلي مع لاعب مهم زي إمام عشور لاعب مستويات كبيرة مستويات فنية رائعة لاعب دولي لاعب مهم ده إمام عشور